اشتركوا في القناة 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 وهذا بالروز أو اللون الوردي وهذا شيء مستغرب لولينا نشوفه مع كامل أسف هالناس ديلا مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا رويدا رويدا كيخرجوا على السيطرة مع كامل أسف ديلا مشاهدين الكرام كنبغي نشكر السلطات المحلية سيد القائد والسلطة الأمنية رجال دارك الملاكي على التواجد ديلا لهم الحضور ديلا لهم المقبرة ديلا من سيد بن عيمي جاءوا بشي شوفوا المدير والمعاينة ديلا لهم حيث دبا احنا الهضراء ديال سارة والعائلة ديالها خصها معاينة من ضباط شرطة قضائية الهضراء على الشكل والحقيقة شكل جاءوا تهوما بشي يعينو شوفوا اللون الوردي راكين شوفوا القبر اللي تسبنا عليه واشفي علان ترييب على القبر والما ترييب هذا الشي كتبقى بطبيعة الحل سلطات تقدرية ديال السلطات اللي كنبغي نشكره مع الحضور دياله سبعة وثلاثين وثلاثين قبر تقريبا اللي تسبغوا باللون الوردي وحنا كيف ما قلنا لكم بعيدا على الحرمة ديال الاموات وبعيدا على الكلام ديال حرمة القبور غنتكلمو عن القانون حنا في دولة كي حكم قانون ودستور حنا مشي في دولة عشوائية اي واحد من حقور جاء بغيتي تدور واحد جوجيا جورات ولا ثلاثات بني على القبر ديال واحد السيدة ما عنداش العائلة ديالها كنمشي عن السلطات كنقول بغي نبني تشي واحد مغي منعك تشي واحد محافظ ديال مقبرة ولا ولكن باش انني نبني ونعود رجع نبغي نحيد ونعود نسباغ ونعود ربما البزاف ديالناس كي يجهلوا في القانون ولكن لا يعضروا احد بيجهلوا في القانون احنا في دولة ديال المؤسسات دولة كي حكم دستور دولة عندها فصول وقوانين عندنا محاكيم عندنا سلطات ما يمكنش لنا احنا نبقوا نخدمه العشوائية حيث اليوم احنا تنتكلموا ربما عن حسنية واحد جاب دا كي يسبغ ما عارش لف القانون لف القيم لف الدين لف وقد ده البعد غدا يجي وجروا لنا مية حنا يا من هنا يديوا لنا ما نعرفوا شو كون ده يخويوا لنا القبور اذا هذه مسؤوليتها ينا ناكن تتائل على بطبيعة الحال هاد اللون الوردي العجيب والغريب علاش هاد السيد لي جا بغي يديروا حد الخير اولا بطبيعة الحال خصوية ساشر مع المحافظ ديال المقبرة وايضا الناس المكلفين بالمقبرة وايضا كي اللون الابيضة علاش ما يلونش باللون الابيضة علاش عزل هاد اللون الوردي هاد من جا ومن جاها تانية ركين الناس اللي متهمين بنبش القبور كي نبش القبور من اجل استخراج هادوك الروفات وهادوك الاجساد وهادوك العظام وكي يمشي وديروا بهم معك من الاسف اعمال سحرية وشعودة فدائما النوايا ما يمكنش لعن حاسبوا الناس عن النوايا ولك ركي وقعوا مآسي بهذا الخصوص فخاص بطبيعة الحال تدخل السلطات والضرب بيد من حديد وعلى كل من سولت له نفسه انه يدير البوز ولو على حساب هادو الموتى رحمهم الله مرة اخرى نبغي نشكر السلطات اللي اكيد غدت اتخذ الاجراءات والقرارات الصائبة والقانونية اللي غيخولها اليوم القانون وبطبيعة الحال مع ازالة هاد اللون هذا مع ازالة اللون الوردي غير رجعوا الامور النصاب ديالها والقانون ديالها وكما كانت عليه في الاول شكروه صراحة ان التفاعل ديالهم السريع والجدي ومهد المهزلارة خاصة تحبس طبيعة الحال خاصة القبورية رجعوا يتسبغوا باللول الابيض الخاص بهم يكتبقى كيعطيهم واحد الراونق ويعطيهم واحد صورة اللي كتميزهم عنهم هاد المكان مكان الراحة ديال الاموات رحمهم الله هم الصابقون ونحن اللاحقون طبيعة الحال هاد شي ولات مهازل واللينا كنشوفوه ان المؤترين خرجوا على السيطرة ولو كيتبعوا البوز وتبعوا البوز لو حد الدرجة لا تتصور ولو يلهتون وراء الاموال ديال هاد الورود اللي كيعطيهم في تيك توك عفوان وسبوعا وهذا شيء ولو كيتبعوا هاد شيء مع كامل اسف ولو على حساب كرامتهم ولو على حساب كرامة الاصار ديالهم ولو على حساب كل شيء تامين عندهم كي بيعوه بالرخيص وليس بالغالي مع كامل اسف كان هذا فقط وحد الفيديو بخصوص ما وقع اليوم في بوز كورا وهذا المقبرة لأتارة ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي شكرا على حسن الاسغاء وتتبعوا إلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله